موسيقى قررت وزارة العمل تنصيب وشغال فوج العمل المكلف باعداد استراتيجية القطاع في مجال التشغيل في ولاية الجنوب واعادة تأسيس نظام التكوين المهني على مستوى هذه المناطق من اجل تحقيق معادلة مؤهلات طالبي الشغل مع عرض العمل اذا مشاهدية الافاضل لمناقشة هذا الموضوع يسعدنا نصرف هنا في الاستوديو السيدة اسماتي فدال خيرة مديرة تنظيم سوق الشغل بالوكالة الوطنية للتشغيل اهلا مرحبا بك سيدة فدال وشكرا لقبولك الدعوة هذه الخطوة الجديدة من وزارة العمل والتي تهدف الى تنصيب اشغال فوج العمل المكلف باعداد استراتيجية القطاع في مجال التشغيل فيما يخص ولايات الجنوب ما هو الهدف من هذه الخطوة؟ يعني الهدف هو في تسمية اللجنة اللجنة هذه مختلف القطاعات راح نخدم في اطار هذا اللجنة نوضع الهياكل او الطرق العمل لتجعل تكييف سوق الشغل مع مؤهلات طالبي العمل هذه الهدف والهدف الرئيسي لكن تكوين هذا اللجنة ما جاش عن صدفة هو عمل بدأ منذ عدة سنوات كان تطبيق لتعليمات الوزير الاول في 2013 زد الى ذلك في 2017 كانت هناك قرار بين الوزارات بين القطاعات لتنظيم سوق الشغل بالنسبة للجنوب وخاصة سوق الشغل وكذلك خلق مناصب عمل ومنذ تعيين سيد حسن تجاني هدام على رأس القطاع التشغيل كان دير هدف تعود على التشغيل وخاصة تشغيل في الجنوب فجند اطارات قاموا بزيارات ميدانية داروا تقارير ودار لقاءين في مدة ثلاثة أشهر تلنا لقاءين الوزارة دارت لقاءين وين ألمت بالموضوع بكل جوانب الموضوع فبعد هذا كان هناك تقرير للوزارة الأولى من تماك لي جاءت يعني لوازير الأول طلب منه بش يدير لجنة مام سيدة فد العذرة على المقاطع يعني كما تفضلت بالذكر بأن هذه الخطوة أو هذا المشروع الجديد هدفه إزاحة الصعوبات التي كانت تعترض الشباب في الوصول إلى مرصب الشغل ما هي أهم العقبات أو أهم الصعوبات التي ستتم إزاحتها يعني عن طريق هذا المشروع في طريق الشباب الإزاحات اللي حن يكونها هي مؤهلات للشباب يعني تحسين من مؤهلاتهم أولاً لأنه كان عروض عمل كان هناك عروض عمل كان هناك طلب عالم لكن المقاربة بينهم تكون يعني ضعيفة وغير موجودة فهذا القضاء على هذه المعضلة الهدف الأول هو إعادة النظر في التكوين مهما البرامج التكوينية ليكونوا ناس يكونوا قادرين يتلأموا مع معروض العمل الموجودة في هذه الولايات يعني تكوين الشباب بناء على قاعدة العرض والطلب العرض والطلب تكوين فقط المؤهلات المطلوبة في سوق الشغل تلأم يكون هناك تلأم بين المؤهلات ومتطلبات سوق الشغل نعم بالإضافة إلى هذا ما هي العقبات أيضاً العقبات هناك يعني تعامل المستخدمين كان المستخدمين يديروا طلب عرض عمل يكون فيه هناك شروط تعجيزية يعني حتى لأن هذه اللجنة متعددة القطاعات ما كانش القطاع كان القطاع التكوين والتعليم العالي لكن إلى جانب هناك القطاع المستخدمين فهذه كلهم هذه العقبات العقبات مثلاً السيكوريتي يعني أنا نسمعه في كان الأخبار يقولوا بلي مثلاً وكالة ولائية ولا مغلوقة لأن هناك اعتصام هناك فهذا تضافر كل القطاعات يقدر يجعل هناك جو متلائم للشغل لخلق مناصب شغل لأننا نحش في الدائرة الوزارية لا نتكلمش إلا على الشغل المأجور الوصالة الغير لأن نتكلمتانك على خلق المؤسسات المسغرة نعم سيدة فدان ذكرت نقطة مهمة وهي شروط تعجيزية كثيرون يعتقدون وهم مصيبون إلى درجة كبيرة بأن طلب الخبرة يعني عندما يكون هناك شاب أو متخرج جديد من الجامعة يذهب إلى البحث عن عمل هناك الكثير من الشركة تطلب خبرة يعني تطلب خبرة من أجل التوظيف هذا شرط تعجيزي أيضاً يراه كثيرون بأنه شرط تعجيزي يعني يعود يرجعنا إلى معادلة البيضاء والدجاج يعني عندما تطلب خبرة لازم تكون اشتغلت من قبل عندما تشتغل يطلبوا منك خبرة هل أخذتم بالاعتبار هذه النقطة؟ بالطبع هذه النقطة وحتى المنظومة التكوينية يعني كنا نهضروا على التكوين المهني ولا الجامعة يجب أن يدروا تكوين ليجعلوا يعني التكوين أو الخبرة تكون يتحصل عليها طالف الجامعة في الجامعة هناك يتعلم الخبرة مثلاً في الستاج الابخانتيساج كين تربوسات كين تربوسات لنك هدو كلهم يساعدوا باش يكون عندو مؤهلات ويكون يعني إلي أوبراسونال الشاب يكون فعال يكون فعال يعني يكون في المنصب الشغل يكون فعال نعم لا مرأيك الآن ضيفتي الفاضل أن نستمع إلى تصريحات وزير الشغل تجاني حسان هدام حول هذا المشروع ثم نعود للنقاش مشكلة التشغيل في ولايات الجنوب أزديت لي تعليمات لمعالي الوزير الأول أين طلب مني استدافات كل القطاعات الوزارية لعندها دخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في هذا الملف الحساس لتوليه الدولة الجزائرية اهتماما اهتماما كبير أين اليوم نصبنا فوج العمل لمتابعة هذا الملف الهام وان شاء الله سنحدد كل المشاكل والعوائق التي عندها دخل في هذا الملف سيدة فضل الوزير تحدث عن مجموعة من القطاعات أو قال كما قال أزديت لي تعليمات من أجل جمع كل القطاعات والتباحث حول كيفية حل هذه المشكلة يعني مشكلة التوظيف في الجنوب وتطوير سوق العمل ما هي أهم القطاعات التي تم التشاور معها لحد الآن من أجل حل هذه المشكلة يعني كان قطاع قلت لك التعليم العالي وقطاع التكوين المهني كانوا حاضرين معنا قطاع السياحة موجود كان قطاع الداخلية موجود كانوا ممثلين عن شركات البترولية موجودين معنا في هدهما يعني القطاعات الكبرى التي كانت حاضرة نعم يعني مشكلة التشغيل بالنسبة للشباب لا تخص فقط مشكلة الجنوب وإنما ولو كانت في الجنوب بشكل أكبر والبطالة هناك بشكل أكبر ولكن هل هناك استراتيجية من أجل تعميم هذه الخطوة لتعم ولايات أخرى تعم ولايات الجنوب وتعم ولايات أخرى في شباب مناطع مختلفة على اعتبر أن الكثير من ولايات الجنوب كما تفضلت أيضا يعني هي ولايات جنوبية ولكنها ليست ولايات بترولية يعني ولايات جنوبية في الجنوب الجزائري في الصحراء العميقة في الجزائر ولكن ليست هناك موارد طبيعية ليست هناك شركات كبرى ليست هناك موارد اقتصادية حقيقية لذا تكلمنا ليس على الشغل المأجور لكن نتكلم عن خلق مؤسسات صغيرة حتى ولم تكن هناك شركات فالشاب في الجنوب عنده مؤهلات ونقدره نعرفه ما هي الفرص التي تقدر تكون مثلا في ميدان السياحة فجنوبنا واسع وكل منطقة حتى في الجنوب كل منطقة عندها خصوصيتها فمثلا نقدره ندره مؤسسات مصغرة في ميدان لتوغي في ميدان السياحة نعم سيدة فضل هل تعتقدين أو هل تعتقدين بأن المشاكل التي يحاول حلها الآن القائمون على قطاع العمل في الجزائر هي نتاج لتراكمات عديدة يعني بناء على سياسات سياسات الإدارة السابقة يعني لم تكن هناك جدية أو لم تكن هناك سياسات حقيقية في معالجة هذه المشاكل مشاكل الشغل التي يتخبط فيها الشباب الجزائري وكلما تأخر يعني حل هذه المشاكل أو كلما حلينا هذه المشاكل بطرق ترقيعية كلما تعقدت يعني سؤالي هل تعتقدين بأن في الوقت الحالي كلما يعني استمر الوقت كلما تعقدت الأمور أكثر والمشاكل التي يحاول حلها الآن القائمون على قطاع العمل هي نتاج لتراكمات سياسة الجزائر في معالجة هذا المشكلة يعني بصفة مباشرة لا يعني السياسات يعني كل الحكومات اللي كانت من قبل يعني تكفلت بطريقة أو بأخرى بالشغل يعني الشغل هو يعني حساس يعني كنشوفه في الدول الأخرى وكنت لقاه في اللقاءات الدولية يعني نفس المشاكل موجودة والشغل هو يعني تراكم بين يعني تداخل قطاعات مختلفة القطاع الأول هو قطاع تربية القطاع الثاني هو التكوين والتعليم القطاع الثالث هو كل ما هو الساكن لأن الإنسان كيكون ما عندوش بيئة يعني متوفرة لكل الشروط هذا يعني حتى يعني حتى في العمل ما يقدرش يقول إنسان عندو خوص تاعه يعني هو الشغل قطاع يعني متعددة الوجهات ولكن وحتى يعني حتى المجتمع الدولي أطر لأن الشاب في التسعينات كيفاش كان يخمم وكيفاش عنده الوسائل اللي عنده والشاب تاع 2020 هي مختلفة فالشاب حاليا يعني الشاب واحد من مواليد التسعين ما يخممش كيما واحد مولود في السبعينات وحتى جوي يتغير حتى يعني كان مقبل كان تعليم التخصص نحن أدو كان نصيبه شاب أنا نتكلم بزاف مع الشاب شاب يكون عنده عنده تفتح يعرف كل المواضيع لكن المعرفة التاع دائما تكون معرفة منقوش صحية يعنده اهتمام خاص يعني من يروح الموضوع العام يروح الاهتمامات خاصة وهذا يجب أن نتعامل معه بطريقة جديدة حتى في ميدان شغل نعم أشكرك شكرا جزيلا سيدة سماتي فدال خيرة مدير التنظيم سوق الشغل بالوكالة الوطنية للتشغيل أشكرك شكرا جزيلا مشاهدي على الأفاضل بعد قليل لموضوع جديد ونقاش جديد في الظاهرة نيوز بعد هذا الفاصل